اشتركوا في القناة هي اللي بتربطنا بذكرياتنا مع شهر رمضان يمكن احنا حتى جذورنا التاريخية ليها يمكن كتير قوي وتعلق بعداتنا في شهر رمضان وممكن الناس تتفاجئ لما تعرف ان احنا العادات اللي بممارسها دلوقتي في شهر رمضان مش جديدة بالعكس دي عادات وتقريبا كده قرنين من الزمن تفاصيل كتير جدا حكايات المصريين التاريخية وتقصهم ليلة رؤية هلال شهر رمضان كمان تختلفت عبر العصور وكل عصر بيضيف لما بعده مفيش ابدا عادة كده بنتخلى عنها وزي ما دايما بنقول ان مصر هي اللي بتؤثر في اي حد موجود فيها ايا كان العصر اللي بتمر بيه مصر او مرت بيه مصر معنا دلوقتي دكتور مصطفى حسين استاذ التاريخ تطوعنا الشاعر دكتور مصطفى حسين استاذ التاريخ والحضارة الاسلامية وكلية دار العلوم جماعة القاهرة تطورنا يا فندم كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وحضرتك ومصر كلها والعالم الاسلامي كله بخير وبصحة وبعافية بمناسبة طبعا شهر رمضان الكريم اهلا بيك اهلا بحضرتك قبل الهواء حضرتك اه يعني اه قلتلنا محابب ان انت تلقي بعض الابيات من الشاعر هو بيتين بس كده لان الموضوع من الشاعر لكن الموقف عادة ما يدفع للشاعر الموقف الجميل وبمناسبة بقى رمضان ومصر فهنقول ايه رمضان شهر واسمه عربي ومزاجه في طبعه مصري مهما يقال فلا مجال لوصفه الا بشعر في الخلاق نبي مصر العظيمة فيه وجه عبادة وخشوعها في المنتهى مرضي رمضان زكاه الاله فصانه بكتابه وحي الكلام زكي الله طيب انا ها اقتبس بقى من شهر حضرتك بالوقتي طبعا يعني ألقيته علينا نشكرك اكيد عليه لكن حضرتك قلت ومزاجه في طبعه مصري مصري طبعا موضوع رمضان اولا لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هكذا قال الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فاذا غم عليكم يعني لو السحاب تجمع كذا فاتموا عدة شعبان او اكملوا العدة فشهر مكرم في القرآن مكرم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو اسم عربي لكن مزاجه مصري كما قلنا مصر حين نقول ان مصر ام الدنيا وحين نقول ان مصر هي قلب العالم وحين نقول ان مصر هي مقات هذه الدنيا فنحن لا ندعي ولا نزعم بل هو رصيد من الحضارة ورصيد من الفكر ورصيد من الحضور التاريخي والحضاري القوي جدا المؤثر مهما مرت الاحداث في مصر ومهما كان هناك شهر او تقص ديني او ما الى ذلك فلا بد ان تكون البصمة المصرية فيه ده اكيد احكينا بقى عن البصمة المصرية في مختلف العصور اللي مرت على مصر في شهر رمضان مختلف العصور؟ او يعني ابرز في اثمانيين مماليك فاطميين طبعا طبعا حضرات كتير جدا عدت على مصر طيب احنا لو خدنا بعض النقاط السريعة جدا حتى لا نتقل على السادة المشاهدين نقول مثلا الاستطلاع استطلاع الهلال طبعا امر ديني له وصول يعني مأمور به شرعا لكن اخذ في مصر صورة المراسم يعني اصبح كأنه طراز او كأنه تصرف يثبت به الملك او السلطان حضوره انه هو موجود فطبعا بدء هذا الاستطلاع كان كما ذكر المؤرخون هنقول بقى مثلا الامام جلال الدين السيوطي في كتاب حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة الكندي في ولاة مصر وقضاتها الامام السيوطي يقول ان بدء الاستطلاع كان في اوائل يعني في اوسط القرن الثاني الهجري ولا يختلف عنه كثيرا الكندي يعني خلينا ما ندخلش في ارقام تاريخية اول للاستاد المشاهدين لكن نقول مثلا 132 او 136 هجرية و 155 الفرق مش كبير اوي لكن عند احد القضاء الكبار واسمه غوث ابن سليمان الحضرامي وقاضي اخر اسمه يعني غير غوث هذا في العهد الفاطمي اسمه على ما اذكر عبد الرحمن ابن عبد الله ابن لهيعة طبعا هؤلاء القضاء في البداية يعني على خلاف بين المؤرخين او القضاء هو الذي تولى مسألة استطلاع الهلال لانه طبعا لابد من تحديد التوحيد متى سنبدأ ومتى سننتهي البداية طبعا في العصر يعني في عصر الدولة العباسية دولة العباسيين طبعا بترتيب السريع في مصر يأتي بعد العباسيين الدولة الطلونية ثم الاخشيدية ثم المهم بقى الفاطمية الدولة الفاطمية هي كانت الدولة الاكثر تأثيرا من صحبة الاثر الاكبر من حيث وضع مسألة الرمضان والاستطلاع الهلال والفوانيس والعادات التي ارتبطت بهذا كانت في العصر الفاطمي فوجد فيه ما يعرف بموكب القضاء او موكب الاستطلاع وكان تحديدا يتم هذا الاستطلاع فيه فوق سفح جبل المقطم فيحددون طبعا ليلة بعد تاسع والعشرين من او يوم التاسع والعشرين في ليلة التاسع والعشرين من شعبان يقف القاضي على سفح جبل المقطم وينظر بالعين المجردة في البداية ويتم الحكم بان الشهر انتهى وطبعا شعبان انتهى ويبدأ رمضان هذا في العصر الفاطمي لكن حين جاء صلاح الدين الايوبي في العصر الدولة الايوبية وما بعده في دولة المماليك طبعا او فاتني شيء الفاطميون مع الاسف بعد الدولة العباسية قرروا نقل مسألة الاستطلاع لألا تكون بالرؤية والاستطلاع لا ففرضوا النظام اللي هو الفلكي فقالوا الشهر تسع والعشرين مرة وثلاثين مرة جبرا كده فلما جاء صلاح الدين الايوبي اعاد الامر الى نصابه لانه طبعا فاستطلع ارش اه فبدأ مسألة الاستطلاع ثم جاءت الدولة المملكية ويعني حدفت بعض التغييرات في المكان فقط لكن ظل امر الاستطلاع حتى نهايات القرن التاسع عشر حينما تم نقل بقى الاستطلاع من القضاء او القضاء الى الافتاء بعد انشاء دار الافتاء طبعا ده يعني هناك احداث كثيرة جدا لكن خير الكلام ما قل ودل في التاريخ يعني زي ما حضرتك كنت بتتكلم يعني او حضرتك لخصتها فعلا مزجه في طبعه مصري واحنا دايما تفاصيل عندنا مختلفة لما بيجي شهر رمضان بنلاقي في الشوارع كلها شوادر الفوانيس وناس كتير جدا في الشارع ومنبقى عارفين دايما قبل شهر رمضان كده كم يوم بلايناس كتير جدا مهتمة بالفوانيس وتنزل تشتري يعني مش رمضان وحتى يمكن الاغاني بتاعتنا برضو ليها طعم اخر ومختلفة في شهر رمضان طبعا يا فندم وبردو هذا الكلام له اصول تاريخية بس هقول حاجة مفاجأة انه طبعا قصة قصة وحوي العبارة المصرية الجميلة لها اصول تعود الى الفراعينة سنة 1700 قبل الميلاد يعني طبعا في عدة روايات تكلم عن الفانوس وظهوره وكذا لكن بما اننا بقى دلوقتي في عدة مناسبات اليوم العالمي للمرأة طبعا تحيات للمرأة وللأم عيد الأم دخول رمضان كل الامور دي مرتبطة كلها ولها جذور في التاريخ مرتبطة بالموضوع وحوي ووحوي وفانوس سيح بقى حكاية الفانوس وحكاية وحوي ووحوي يقال ان الملكة اياح حطب ام احمس كانت تكره الهكسوس جدا ودفعت بزوجها لمقاتلة الهكسوس فمات فدفعت بابنها الاكبر فمات في هذه الحرب ثم جاء ابنها الذي بعد ذلك اللي هو في الترتيب احمس استطاع ان يهزم الهكسوس فلما رجع وهو منتصر استقبله المصريون يقولون وحوي يا وحوي يعني اشرق القمر نورت يا امرت بالبلدي اياحة طبعا اياح حطب فده هذا تفسير من التفسيرات فيه يرتبط بهذا موضوع الفانوس طب الفانوس ده ايه ايه قصته طبعا عدة روايات اهمها ان المعز لدين الله الفاطمي وهو قد اقامت يعني بعد ان قامت الدولة الفاطمية في بلاد المغرب وجاءت الى مصر يعني حدود منتصر في القرن الرابع الهجري 358-362 تقريبا اواخر القرن التاسع اوائل العاشر الميلادي استقبل المصريون هذا الخليفة الفاطمي بيه المصابيح المضاءة التي تحولت لما بعد لما يعرف بالايه بالفانوس برضو هنقول حاجة في عهد الحاكم بامر الله بخصوص المرأة بقى المرأة كان الحاكم بامر الله حاكم غريب شوية فكان فيه قرار بمنع تجول النساء ليلا خصوصا في رمضان فالحاكم بامر الله اصدر قرارا بالسماح للمرأة بالنزول ليلا بس بشرط ده عشان تكريم المرأة لابد ان يأتي صبي صغير او طفل صغير قدامها يكون ماسك فانوس منور عشان يقول يا ناس ياهو في ستة معدية اه فخلوا بالكم محدش ايه محدش ايديها فده برضو مرتبط بالفانوس لكن هنلاحظ حاجة انه الاحداث او هذه الوقاعة تاريخية لا تمر يعني في مصر مفروضة على المصريين لا مصر دائما تضع بصمتها او تضع بصمتها على الحدث يعرف هذا من يقرأ تواريخ الامم صحيح شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وفي الوسول القديمة والوسطى وكذا من يقرأ التاريخ بعناية ويقرأ المصادر وامهات التاريخ هذا من ناحية ومن يتجول في البلاد العربية في زمننا المعاصر يعرف جيدا طعم رمضان انا مش عايز اقول طبعا طبعا البلاد العربية وكل بلاد الدنيا لها الحب لان مصر هي امة هذه البلاد لكن مش عايز اقول يعني خلينا اقول ايه انه مصر فيها صوت رمضان اعلى وفيها بريق رمضان اوضع وفيها الاقبال على رمضان بحب وبحضور ليه نفحات كده مختلفة يا دكتور يعني رمضان فعلا وانت في مصر حتى مش بشهادتنا بكل تأكيد كل الحب لكل الدول العربية لكن دايما حتى دي بشهادتهم هما ان رمضان في مصر مختلف ليه طعم تاني حتى يمكن وحنا نتكلم عن الفطار وحتى بعض الاماكن التاريخية اللي بيكون فيها مثلا في رمضان بعض الليالي الرمضانية اللي بتكون موجودة فيها بنلاقيها زحمة جدا وبنلاقي ناس كتير جدا موجودة فيها مش بس مصريين طبعا وشوفي حضرتك طبعا وزي ما حضرتك ما قلت وفي حاجة بقى برضو جميلة جدا انه الاصوات المصرية القراء العظام شوفي كده رفعت دولة التلاوة شوفي العظمة المصرية أنا أزعم أن صوتا ما للقارئ الفلاني إذا سمعناه في أي وقت من العام يأخذنا إلى أجواء رمضان تخيالي كده تبقي مثلا لسه الصبح ولو سمعت كده الشيخ محمد رفعت في أي معينة تحس أن أنت دخل على المغرب في رمضان أو تسمع أذان بصورة معينة ففيه يعني خلينا أقول إيه فيه لمسة لغوية فكرية دينية حضارية مصرية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر حاضرة في رمضان حضورا لا مثالة ولا مثيلة له طبعا ده مش من باب إيه يعني خلينا أنا دايما بحب الألفة يعني مش من باب التعالي على حد ولا من باب التنافر ولا أن احنا بنفرد نفسنا على الأمم لا مش كده خالص هي مسألة إيه مسألة حرص الأم على أن تكون الأم حرص الفكرة الكبرى بالعقس بتوراثها وبحضرتها ويعني زي ما كنا بنكلم أنا وحضرتك فكرة أنه دي شهادات مش شهاداتنا إحنا يمكن شهادات حتى أي حد بيكون موجود في مصر في هذا التوقيت تحديدا فيه بجد بعض الإخوة العرب بيكونوا حارسين أن هم يتواجدوا في مصر في هذا التوقيت تحديدا طبعا يا فندم لأنه طبعا يعني خلينا أقول إيه هو في حاجة اسمها برضو بنسميها في أو أنا بسميها في الدراسات التاريخية والحضارية العمق الحضاري الاستراتيجي طبعا بتلاقي البلد كلما كان لها عمق فكري وحضاري تأثيري مرتبط به الشعائر الدنيا الكبرى ولها وهذا التأثير يظهر في المعمار ويظهر فيه التراث الحضاري ويظهر فيه التراث الإنساني ويظهر في المنتج الحضاري كلما كانت هذه البلد مختلفة في مستوى الحضور العام عن أي بلد أخرى وحتى أقول لحضرتك يعني مش عايز أقول لو لو بصنا لصورة العالم حتى من جوجل إيرث وشوفنا عبر الزمن كده لا الأمر الأمر مختلف كتير جدا ولو بصنا بصة بسيطة جدا للقرى المصرية والشوارع المصرية والزينات والزينات الورقية والإضاءات والفوانيس وكذا لا الوضع الوضع مختلف وليس ادعاء صحي طبعا والطائرات الورق اللي بتبقى قبل الفطار اللي بتبقى بطلقوا فأسطوحي طياروها قبل الفطار تحديدا وظهر كتير قوي والمدفع بقى يعني أنا أساسا أنا ما زلت أذكر والله وأنا في سن الخامسة أو السادسة من عمري يعني 84-85 كده تقريبا كنت أعمل مدفع كده وأجيب برود وضرب وكده الحاجات دي احنا تربين عليها ومازالت تترك في نفسنا الأثر طيب بتلقائية وبساطة وبحب طيب يعني أخيرا يا دكتور الفانوس مصري الفانوس طبعا يقال أن أصل كلمة فانوس إغريقي قديم يعني آلة تستخدم للإضاءة لكن خلينا أقول لحضرتك حاجة هو البحث في المسائل دي يعني لا يصل لمرتبة اليقين لكن يصل لمرتبة التغليب هو مصري في إيه؟ مصري في الارتباط برمضان يعني أنا لا أتصور حتى لو لم يكن مصريا لا أتصور له أي ارتباط برمضان ربطه بالحدث هو ربطه بالحدث أو برمضان ربط مصري فما يقدرش حد في العالم يجي نفسنا يقول لا الفانوس بتاعنا لا الفانوس مصري هو الفانوس زي ما حضرتك قلت هو شيء للإضاءة أو يعني أداء للإضاءة أي أن كانت ربطها بقى فكرة رمضان مصري أيها الفكرة دي وكفاية الربطة دي يعني طبعا هي دي هي التي جعلت لها أو جعلت للفانوس الشخصية المصرية وبعدين في حاجة المسألة صناعة الفانوس وتنوعاتها وكذا مرتبطة بمصر وباب اللوق كده يعني روح أي بلد في العالم هتلاقيهم جداف في الصنعة ده شغلنا احنا ده برضو المصنوع في مصر بيبقى ليت برضو مختلف كده طبعا وخصوصا لو كان يا دوي وخصوصا لو كان بشامعة بعيد باع بالألوان الكتير اللي بتبقى موجودة وكل جانب بلون يعني برضو زي ما احنا بنقول كده لحضراتكم رمضان في مصر مختلف ولي روايح مختلفة ونفحات مختلفة كده يعني ربنا يديم علينا كده يا رب دايما الصحة والسعادة ودايما نفضل نحتفل مع بعض بهذا الشهر الكريم ثم العيد دايما يا رب ربنا يكتر من أفرحنا بشكر حضراتك جزيل الشكر كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم عليك شهر الدكتور مصطفى حسين أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم جماعة القاهرة نورتنا وحتى رمضان كريم الله أكرم بتاعتنا محد يسأل ودا أحلى ختابة نورك يا فندم كل سنة ومصر طيبة وكل سنة والعالم الإسلامي كله بخير والدنيا والإنسانية كلها بخير والصحة والسعادة اللهم أمين طبعاً بنشكر حضراتكم كده تكون وسلم الاختام حلقتنا النهاردة من برنامج التاسع سعيدة جداً أننا كنت مع حضراتكم النهاردة ويعني كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية ورمضان كريم عليكم جميعاً ودقائق قليلة تفصلكم عن برنامج الرقم 10 عفواً وأصبح على خير